برحب حضراتكو مرة تانية وآخر فقراتنا النهاردة نتكلم الحقيقة في موضوع مهم لو اتكلمنا احنا زي ما بتقول دايما احنا واخدين يعني أقل تقريبا من 7% من مساحة مصر اللي عايشين فيها الرقعة الزراعية كلها تأكلت بشكل كبير عشان كده كان فيه جهود كتيرة جدا من الدولة انها تقوم باستصلاح الأراضي شفنا المشروع القاومي لاستصلاح مليون ونصف فدان مئة ألف صوبة زراعية استخدام كل الوسائل والتكنولوجيا الحديثة في الاستصلاح سواء بنتكلم على حقن التربة الرملية على أحدث الأساليب في الراي كمان العديد من المشروعات الحقيقة نتكلم النهاردة عن مشروعات استصلاح الأراضي اللي هو مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر ده مشروع على طريق محور الدبعة 500 ألف فدان نتكلم في مساحة شاسعة بالتأكيد حيبقى له دور كبير جدا سد الفجوة الغذائية عندنا بين الانتاج ما بين الاستراض ده برضو هيقلل بشكل كبير من الاستراض يبقى احنا نوفر عملة صعبة ده غير توفير الفرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة حنتعرف أكتر عن المشروع من ضيفنا الكريم اللي بيشرفنا في الستوديو دكتور علي إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح الخير عليك يا دكتور منورنا صباح الخير عليكم على مصر كلها طبعا صباح الخير على مصر ده كل يوم مش النهار ده بس يعني طبعا إحنا بما أننا بنخطب كل الفئات المجتمعية بمختلف ثقافتهم ودرجة الوعي في البداية كده حابين نبسط للمشاهد الكريم المفهوم ده استصلاح الأراضي الصحراوي يعني إيه؟ يعني بنعمل إيه في الأرض؟ بس حضرتك طبعا يعني أنا في البداية أحب طبعا يعني في هذا اليوم النهاردة برضك أن أنا أهني الشرطة المصرية تأكيد وكلهم من الزباط والجنود وندعو بالرحمة لشهداءنا الأبرار سواء كان في الشرطة أو في القط مسلح لأنهما فعلا دول الأساس للتنمية ودول اللي بيحموا مصر في كل مكان فلما ننقش بقى هنا نتكلم على موضوع استصلاح الأراضي يعني إحنا زي ما أنت حضرتك في المعدمة تكلمت إحنا عندنا نمو سبكاني كبير جدا إحنا عندنا معدن نمو سبكاني 2.5% كانت مساحة مصر الزراعية في الستينات حوالي 5.5 بليون فدان النهاردة المساحة الزراعية بتاعتنا حوالي 9.4 بليون فدان عندنا 6.1 بليون فدان أراضي قديمة لأراضي الوادي والدلتة وبتتآكل نتيجة النمو سبكاني كلمته وكلمته زحف العمراني كل ده وعندنا استصلاح 3.5% من 10 بليون فدان فطبعا الخطة الطموحة للسيطة الرئيس أنه النهاردة إحوالي حكومة أن هي تستصلح 4.5 مليون فدان بدأنا بـ 1.5 مليون فدان ونصل 4.5 مليون فدان مش تقولين يعني إيه نستصلح الأول؟ ما نقول لهم تمام يعني إيه استصلاح فأنا بنتقل إلى مكان جديد من أراضي بطبيعتها بالظروفها تصلح للزراعة في مستوى لازم توفر عندي شروط توفر مية أرض تسبح بالتنمية النباتات بوجود فيها إن أنا أعمل طرق توصلني للمكان فشوفي بقى الموضوع بقى ماشي إزاي فأنت الأول يبقى هو العنصر الأساسي عشان أعمل عملية اصلاح لهذه أرض لازم يكون عندي مصدر للمية سواء كانت هذه المية مياه جاوفية أو مياه سطحية بخدها من النيل أو أنا بحصد مياه من المطر وجمعها في زدود فده العنصر الأساسي نمرت اتنين أرض تصلح للزراعة فأنا بنزل على أراضي مصر الشاسعة اللي أنت كلمت عليها إنا قدام خريطة مصر الشاسعة لي 93% من الأراضي دي بنبتدي ننزل نشوف هذه الأراضي أي أراضي منها تصلح للزراعة لازم تكون الأرض فيها انبساط فيها مكان جيد مستوى الطربة فيها عميق تسبح بعملية تنمية عشان دي استدامة أنا مش أروح في مكان واعمل فيه زراعة واعمل فيه تنمية ونق المجتمع والناس تعيش في هذا المكان وتجدي إن في الآخر هذه الأرض حصل لها نوع من التصح فده جزء هنا بقى بتدي تعملي إيه بتبتدي النهاردة مع النظم الرأي الحديثة باستخدم الأرض على الوضع الطبيعي بتاعها مش كان زمان بتعملي عمليات تسوية وبتعملي عمليات تخطيط وتأسيم نهاردة بتستخدم نظم رأي حديثة فعندك رأي بالبيفوت على المستوى الكبير الاستثمار الكبير وعندك نظام الرأي الرش السابت وعندك نظام رأي بالطريق سواء كان في الخضر أو الفكهة فدي اللي هي نظم الرأي فانت بتستصلحي هذه الأرض بتعملي مجتمع عمراني جديد يخدم التنمية ويتواجد الناس في المكان فإنشاء هذه المجتمعات تسبق اسمه مجتمع زراعي صناعي تكميلي يعني وخدمي يبقى انت لازم تنقلي البنية التحتية تعملي بنية التحتية في هذه المناطق اللي انت هتروح تستصلحها انا هتروح الصحراء تبتدي تعملي مجتمع هناك تدي له طرق تبتدي تمديه بالطهربة والطاقة عشان هي دي العنصر يعني احنا نتكلم كده ان اختيار الاراضي دي ما بيتمش الى حد بيع عشوائية لكن احنا نتكلم على خريطة علشان كده المشروع مستقبل مصر ده جنب ده احد المشروعات الكبيرة وزا بقول كده وده بعتبر مشروع من المشروعات الكبيرة في منطقة السحل الشبالي وده احد المناطق التنموية الواعدة وليه اختاروا منطقة الضبع يمكن نعايز اقول لحضرتك حاجة انا عندنا مشروعات في في الشمال وده مشروعات ضبع ومنطقة السحل الشبالي تبقى مشروعات زراعة زراعية متكاملة وعندنا في الجنوب في جنوب مصر خلي بالك وده منطقة استراتيجية في جنوب مصر برضك عندنا مشروع تشكة وعندنا قبل مشروع تشكة مشروع شرق الهوينات وعندنا في سينة مشروع تنمية سينة بالكامل فدي كلها مشروعات لأن انت الدلتا شوف النهاردة انت عندك مية وخمسة عشرين كل منطقة من دول يا دكتور ليها مزايا جغرافية لو بنكلم عن الضبع قريب من المواني المطارات مواني ومطارات وقريبة من الدلتا وإدعاملة وكسافة بشرية كل الأمور دي فانت بتستفيد من الميزة النسبية انت بسرعة يبقى هنا المحاصيل اللي هتتزارع في الضبع تختلف شوية عن المحاصيل اللي هتتزارع في توشكا اللي هتتزارع في سينة اللي هتتزارع في شرق العوينات فكل مكان له الميزة النسبية والتكامل في المشروع بحيث ان انا في الآخر اخد منه اكبر عائد اقتصاد يمكن عندنا جزء كبير جدا من مشروعات الصوف في الضبع في المحور بتاع الضبع في مشروع مستقبل مصر فده يعني دي بالشكل اللي عم فانت عندك خريطة زرعة عشان تقدري تنتقلي بالكسافة السكانية وكل منطقة تقدر تاخد جزء من الكسافة البشرية والعمالة والناس اللي موجودة في المحافظات المجاورة لها فده يمكن انت شايفة النهاردة الرئيس في الـ 1500 قرية والتوزية واعادة بناء القرية المصرية بشكل حضاري نفس هذه المشروعات الصراعية هي دي مستقبل مصر بقى مستقبل في الانتاج مستقبل في الخدمات مستقبل للخلخلة وان انت تنفيشها مصر في الاساس دولة زراعية اصلا يا دكتور ده 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 اكيد ده جي الوقت من الزمن ده اختفى شوية عندنا بقى شفية وهو وشفت ساتك بتقوله دي ايه؟ يعني احنا عايزين نقول ان الزراعة هي جزء من الامن الاقتصادي ان احنا نسميها الامن الغذائي احنا عندنا بقى مسلحة ربنا يحرصهم ويحميهم ده جزء من الدفاع وتأمين حدود الوطن طب انا النهاردة اقام من حكة السكان بانتاج زراعي وفي نفس الوقت ان انا جزء من التصدير جزء من التصنيع بتاع الهدر برضا قصداره فبالتالي ده جزء من العقد الاقتصادي اللي بينعكس على موارد الدولة والدخل القرى ارجع تانية مرة تانية دكتور على حضرتك قلت ان دلوقتي بناخد الارض زي ما هي زمان كان بيحصل احلال وتسوية ايه الموضوع بتاع حقن التربة دي؟ ام تستخدمه؟ يعني ايه اصلا حقن التربة؟ يعني احنا النهاردة بنقول ايه حقن التربة؟ انا النهاردة بستخدم نظم رأي فانا لما بستخدم نظم رأي حديثة انا بستخدم كل المخصبات وكل الكيميكالز وكل الكلام ده في الارض من خلال انظمة الرأي اللي موجود فده جزء اساسي فانا النهاردة لما يبقى عندي ارض رملية ارض رملية دي بتعتبر اراضي فقيرة جدا في عناصرها الغذائية ومستوى التغذية فها مخفض فانا مش هقدر اجيب مادة عضوية ما عنديش الكمية وانا مش في دولة مطيرة يعني عندي غابات وستهلك فانا النهاردة بعمل ايه؟ انا بيعمل كل التجهيزات وكل التغذية بتتم عن طريق عمليات حقن التربة انا بحق النبات ووصل للنبات كل العناصر الغذائية اللي انا عايزها من خلال النظام الرأي اللي موجود فبيحقن التربة بالعناصر الغذائية او ببعض المواد العضوية الدايبة اللي بتقدر تحسن بشكل الجناء وتقدر تعمل عملية مسك للميا وفي لابس الوقت هنا بتبدأ تديله كل احتياجاته مع مراحل النماء انا يعني حضرني دلوقتي الجملة الشهيرة الفنان احمد حلمي في احد افلامه يقول مين مجنون يروح يزرع السحرة يعني هل في محاصيل معينة ينفع تتزرع في التربة الصحراوية وفي محاصيل تانية لأ بصوح الله موضوع له ده مهم يعني انا كل ما كان نحن نستطيع نقول في المهمية ذا نسبية طبيعة الارض طبيعة الملوحة يعني انا استخدامي للارض والملوحة ملوحة المية والارض دي بتحددلي العناصر اللي انا هستخدمها والتركيب المحصولي المناشر موضوع لنا اكتر يعني مشروع الضبعة ده موضوع للملوحة مشروع الضبعة ده هنزرع فيه ايه في الجنوب في تشكا هنزرع ايه في الشرق العوينات هنزرع ايه يعني انتي انهار ده في مشروع الضبعة انت بركزها على مجموعة الصواب الزراعية انت تعبليك كاش كروب بمحاصيل تصدير خضار فلفل كانتالوب طماطم ممكن نزرع نباتات طبية واطرية بنزرع ظهور زينة ده طبعا كل ده فين انت قريبة هنا من عندك مطار برج العرب عندك يا بطار ان شاء الله على سكندريا على طول ففي ثانية تقدر تطلق الستوال الاوروبي عندك مواني بحرية بتقدر تدقلي لكن انا ما قدرش احط الكلام ده فين بعض الحاجات الفريش دي مع ان انا في الجنوب النهاردة بزرع في تشكا هزرع النخيل والكناسات الرئيس في موضرة التلاتة مليون نزرع النخيل هنقدر نصنعه هنقدر نعلبه هنقدر نصدره فلما اقول انا المحاصيل بقى في خلنا نقول على مين في الطمور بالمناسبة يعني ان شاء الله احنا عندنا يعني احنا عندنا ميزة نسبية في حاجات كتير جدا وان شاء الله مصر ستتبوق بغداء بمجهود اللي موجود ودعم سيادة الرئيس لها هذا الملف خلي بالسيادك تبتكلمي ان المساحة الزراعية اللي بتتعامل في خطة الدول 4 مليون فدان احنا عندنا نستصلح فيهم 60 سنة فانت بتحط 4 مليون فدان تاني والكلام ده بتتكلمي في 8 سنين عارفة يعني هذه النقلة احنا كان معدل النموي السنة بنقول 100 ألف فدان نستصلح 100 ألف فدان دي في الخطة نهاردة انت بتحط 4 مليون فدان في 8 سنين بتعمليهم بتوفرهم مياه بتعملي مشروع ضخم تاني موازي اللي هو مشروع تحدث الراي في الوادي والدلتا بتعملي مشروع بتحدث الراي في الاراضي اللي كانت كلها بتروب الغمر في الاراضي الجديدة فانت هنا عشان توفر المياه بالزرع هتحلي مية البحر وبتعيدي استخدام مية اللي هي مية الصرف الزراعي وبتعملي لها معالجة وبتحلي مية البحر كل دي مصادر من المية عشان اكمل مشروعات التنمية فانا لما اجا اقول النهاردة تشكى انا وشارق العوينات بزرع محاصيل حقلية بزرع فلسوتاني بزرع عمح بزرع دورة كل الكلام ده ده للسر المحلي وجزء منه للتصدير عشان ما اتلفش لكن على المزرع خضار هناك وصداره هياخد وقت شوية مني طب انا الميزة النسبية احطه فيه في المنطقة الشمالية طبيعة جودة المية بتحكمني في بعض مثلا لما الاقي المية الملوحة بتاعتها تزيد ابتدأ ازرع النخيل ابتدأ ازرع الرمان هزرع الزتون دي ما حصلت تتحمل ودي مسمرة يعني النهاردة لما تقولي مصر احنا عندنا فجوة كبيرة جدا في زيوت فان شاء الله منطقة السحر الشمالي لما ازرعها بالنظام الزراعة المكسفة للزتون هقدر وعالمطر وانت عمي عندك بزراءات تكمنية ما احنا ديه فعلا ما عندناش زراعات للزتون بالشكل المناسب ما عندنا عندنا الارض اللي تصلح ما احنا بقول لسيادتك من الخطة الجديدة ان انت النهاردة بتحطي مساحات جديدة تغطي الفجوة الغذائية ان شاء الله احنا بسا عندنا 55% من احتياجاتنا من القمح لكن عندنا 90% من احتياجات الرغية في الخبز لكن انت بتستوردي للفين والحلويات وكل الأمور دي فالنهاردة النهاردة لو دخلت في مشروع النهاردة تزراع الدورها النهاردة بتستوردي 8 مليون طالنا الدورها صفرة لابا أنا النهاردة لو نجحت في الدورة الصيفية اللي انت بتستورديها وفي نفس الوقت هتوفروا عملة صعبة يعني انت كل ما بتقليلي الاستيراد بتوفروا عملة صعبة بتجيبي بيها طيب نتكلم بقى على توفير كمان فرص العمل سواء مباشرة أو غير مباشرة يبقى ده كلام كويس جدا لما نقول ان احنا عندنا مشروع وممكن انتوا عرضتوه في البرنامج من الأول وكلمتوا في مشروع على 100 ألف صوبة دي بتعتبر يعني تقنيات عالية بتحتاج كسافة بشرية عليها انها عرضت صوبة بتاخد من 8 من 7 ل 8 أفراد بيشتغلوا في الصوبة خلي بالقياة العدد اللي بيشتغل وعلى فدان يبقى فيه 8 أفراد دي خدمة مباشرة ما بالقياة بقى الانتاج ده هيبقى غير مباشر التعبئة والتغليف والحفظ والنقل والدمزيع يبقى انت بتوصلي لـ 15-20 واحد يبقى أسر بتتفتح وبتعبين لنشاط اقتصادي ورواج طب أنا في الأرض المكشوفة أنا كل فدان تقريبا في العمالة واحد شغلوا على لال واحد سواء ده متوسط ومعها ثلاث فرص غير مباشرة في النقل والتوزيع والخدمات النهاردة بتفتحي مصانع جديدة لأجهزة رأي يعني الدولة المصر النهاردة لما بتبتدي تشتغل في هذا الموضوع بتعمل مصانع جديدة لمنظومة الرأي بتعملي منظومة التسبيد يبقى الحمد لله احنا عندنا منظومة التسبيد النهاردة في مصر والبصانع اسمدة أنا عند اكتفاة من الاسمدة بدأت النهاردة ده جزء منين ده جزء كله الطاقة اللي انت كلمت عليها إذا توفرت الطاقة سواء كان الغاز الطبيعي الحمد لله أو الكهرباء بقت عندي ما عنديش مشاكل في صناعة الاسمدة تلغاز الطبيعي خصوصا بيدخل في صناعة الاسمدة بالضبط فهذه ده صناعة استراتيجية يبقى لو ما كانش عندك تنمية طرق كهرباء غاز كل هذه الأمور هتساعدني ان انا اعمل هذه التنمية فلما اقول ان انا عندي ميزة نسبية لبجموعات المشروعات الزراعية كل مشروع بيدي الميزة النسبية فالنهاردة لما تقولي ان زي ما بنقول كده السبعة أو تمانية دول في الزراعة المكسفة النهاردة بشوف المحاصيل هيبقى واحد لكل فدان فانت لما تستصلح أربعة مليون فدان مينموم عندك أربعة مليون فرصة عمل ده أقل حاجة أربعة مليون فرصة عمل الفرصة دي لأسرة بمكوان من أربعة أربعة مليون فرصة ده معنا حياة نقل تنمية يعني كل أسرة من دول كل شخص من دول هيخد أسرته يروح ناك في بنية تحتية في حياة جديدة هو ده لما بنقول ده بقى يخليني يسأل حريك عن الفرص الاستثمارية هدام الاستثمار بيروح عايز يحط فلوسه في مكان ما يخسرش فيه يضمن انه هناك فيه عمران في حياة فيه فلوس هتجيب عوائدها ايه الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق أو الأراضي يعني ده بقول سيادتك أنا الوقت أول حاجة ببتدي من نشاط زراعي معها نشاط إداك حياة ودي معها نشاط تصنيع زراعي يعني أنا ممكن أصنع مكاني كل دي فرص استثمارية وبعدين أنا بس عشان أزرع زراعة بس ممكن أخصر في خدمات تانية فالخدم حاجة تانية النهاردة بجنب هذه الخدمات الدولة بتعمل ايه؟ بتعمل فرص عمل تانية فيه ناس بتيجي تشتغل في النقل يعني العربيات واسطول النقل ده لنقل هذه السلعة ونقلها للأقاليم أو للتصدير دي مجموعة عمل مستفيدة فده استثمار فالاستثمار الزراعي هو استثمار آه العائد بتاعه مش عالي أنا مبحثش فرص في البنك لأنها هو استثمار على الماضة الطويل قيمة الأرض اللي بتستثماري فيها هي قيمتها اللي مع الوقت بتزيد في نفس الوقت كل ما بتزيد مع زراعاتها زيد خصوبتها زيد انتاجيتها النهاردة ننتم بتستخدم معها التكنولوجيا بترفع القيمة والعائد بسرعة يعني النهاردة ممكن تروح تزراعي فدان أرض صحراوية الصبح فدان تزراعي طماغم ويجيب لك 50 ألف جنيه الصبح سليم ممكن تزراعي فدان بطيخ يجيب لك 30 ألف جنيه طمام لكن ممكن تزراعي فدان أم عشان يجيب 10 ألف جنيه أو 8 ألف جنيه الميزة النسبية دي تعتمد على طلب السوق والفكر الاستثباري اللي محطوط في ناس هتشتغل في محاصيل في ناس هتشتغل في خضر في ناس هتشتغل في فكهة طبعا ليش دكتور لو تكرمتم ممكن بقى تقرمنا كده الخريطة يعني دي الخريطة دي بتبسلي الخريطة الاستثبارية للمشروعات الزراعية اللي موجودة في مصر بالزبط بالزبط فأنا لما أجا أتكلم في منطقة المحور الشمالي اللي هو محور الضبعة مع السحل الشمالي ده مشروع السحل الشمالي تمام همشي حوالين النيل هنخلي 90% مشروعاتنا هي موجودة في الصحراء الغربية الصحراء الغربية الوادي الجديد يعني مرسى مطروح عندي في سيوة مشروع حوالي 80 ألف فدان في سيوة 30 ألف و 50 ألف بتنزلي للوادي الجديد فيه مش أقل من نصف مليون فدان جديدة يعني احنا هنوصل لمليون فدان عندنا تحت في باريس جنب المنقفض الرابع وأراضي غير العوينات في باريس باريس بس باريس المصري والله عندنا باريس طبعا المقال لأ عندنا باريس دي موجودة في الوادي الجديد ومركز من مراكز الوادي الجديد في دي في الجزء الجنوبي عند العوينات فهذا دي طبعا قريبة من المنقفض الرابع اللي ما هي نزلت فيه إن شاء الله هذه المنطقة تجد تشوفها قابل تنمية ويقدر نستصلح فيها ربعمائة ألف لخمسمائة ألف أدان من حوالي اتنين مليون صالحة للزراعة في هذه المنطقة عندي تحت شرق العوينات عندي فوق في الفرافرة في الفرافرة تلت أماكن في الفرافرة في عندالة في سهل قراوين دي كلها مشروعات في الصحرة الغربية في محافظة الوادي الجديد بخلاف اللي هو بيسموها هناك بقى في الوادي الجديد وفيه طبعا يعني أنا بردك بدينا بشكر سيادة المحافظة على المجهود اللي بيبزيله لدعم التنمية الزراعة ومشروعات ومساعدة المستثمرين إنه يخشوا استثمرين لأن دي مستقبنة مستقبنة هي محافظة الوادي الجديد السيد اللي هو عمى محمد ظلالوت بصراحة يبزي الجهد رهيب في هذا الكلام وكمان في منظومة تحديث الرأي لأننا النهاردة فيه 205 ألف فدان بيروب الغمر بنحاول نحاولهم إلى رأي حديث فلما يعني الخريطة الاستثمارية دي لأراضي الزراعية تب منزل تحت هلاقي مشروع شرق العينات بقباله مشروع تشكة مشروع تشكة النهاردة فيه 6700 ألف فدان وفيه نشاط كبير جدا وتوجهات سيد الرئيس إن جهاز الخدمة طانية نقل كبيرة المشروع ده تعصر فترة طويلة ولم يعطي الهدف منه بتوجهات سيد الرئيس تحول إن شاء الله بص النهاردة يعني عايز البرنامج دي امي سي ينزل يسجل في شرق العينات وحتشوفه فعلا مصر بقى اتغيرت إزاي أنا استوقفني في كلامك ودي نقطة مهمة جدا لأي سوق العرض والطلب حريك أشارت إلى أنه الزراعات بتتحدد بناء على الطلب هاي بقى قد إيه من أنه ونوع كل الكلام ده أنا مش عايزة أسأل عن السوق المحلي أنا عايزة أسأل عن الأسواق العالمية تمام إيه الأسواق اللي مصر بتصدر لها بره الأسواق اللي مصر بتسعى لأن هي بتفتح فيها كمان أماكن خاصة مع جائحة كورونا في دول مختلفة توقفت يعني وقفت التصدير من دول تانية فمصر دخلت نفس البقوة في هذا المجال والله أندي دخلت ده السواء المهم جدا وزكي في ده في الوقت اللي اشتغل وبشكل جيد النشاط الزراعي لم تجدي النشاط الزراعي رجل اللي وراء بالعكس النشاط الزراعي بدأ يتقدم لأن أنا عندي السيحة بدأ يتقف تتراجع فمعدلات العائل من السيحة تتراجع بتخش مكانها في النتج القومي معدلات النمو الزراعي فكل الفرص اللي بتوحي عشاني بقوله إن من الملفات المهمة اللي بتبنيها سيادة الرئيس هو الملف الزراعي في الثلاثة في الأربعة خمس سنوات أخرى فلما نقول النهاردة أنا بنفتح إحنا عندنا محاصيل تصديرية سواء كانت محاصيل الخضر كل محاصيل الكاشكروب كلها كانتالوب والفلفل والخيار والبرتقان يعني ده إحنا دي أسواق الرمان له أسواق موجودة البطاطس إحنا يعتبر من دول اللي لها دور كبير جدا في الاتحاد الأوروبي وروسيا فزائد بعض الدول فأنت دول عربية كلها الدول الخليج جزء من السوق بتاعي والموالح طبع والموالح دي فأنت لما تبصي إيه ده عندك البطاطس الدباطات الطبية التمر إن شاء الله إحنا الخليج وأوروبا وإيه تاني؟ وبعض الدول اللي موجودة الخليج وأوروبا ودول عربية في حدثات بعض الدول وبعض الدول إن شاء الله الأفريقية بتاخد مننا منتج مصنع يعني بعض الدول الأفريقية بتاخد عندنا منتجات مصنعة يعني أنت لا بتحبيلي العصائر وكل الحاجات دي وتنتيجات ووزعيها لأفريقيا بتأكيد يا دكتور جزيل شكرا لحظاكم عليش عشان إحنا وقتنا نختم وشرفتنا وقفتنا بشكل كبير جدا يا دكتور دكتور علي إسماعيل وطي معهد بحوث الأراضي شكرا لحظاكم يا دكتور خلصت حلقاتنا هنقابلكم إن شاء الله بكرة في نفس المعادي يوم جديد حلقة جديدة 8 صبح لكن لازم طبعا الأول نوه إن بعد قليل هنكون مع حضراتكم في نقل مباشر احتفال عيد الشرطة اللي بيشهده سيادة الرئيس